بمناسبة الإفرازات أو البلغم أنا عايز أقول لكم في الدور ده برضو الإفرازات أنا آسف يعني البلغم بيكون في البداية شكل وبعد شوية من العلاج شكل تاني هقول لكم إزاي يعني في البداية بتلاقوا إن البلغم ده زي ما يكون حاجة صغر أوي لزقة في الزور من جوة بعد فترة من العلاج بعد عدة أيام من العلاج بتلاقي البلغم ده بقى إخراجه أسهل وكميته أكتر فعايز أقول لكم دي علامة تحسن يعني علامة تحسن علامة استجابة إن الدواء بتدى أو الأدوية بتدت تجيب نتيجة أدوية الكوحة طبعا بتتاخد كل 6 ساعات في أوقات اليقظة لأن في ناس كتير أو بتسأل السؤال ده كل 6 ساعات في أوقات اليقظة يعني إيه في أوقات اليقظة؟ ما هو كل 6 ساعات يعني مفروض 4 مرات في اليوم؟ لا إنت حسب الفترة اللي حداك صحي فيها وحسبها 6 ساعات يعني مثلا لو هتاخد مثلا مثلا 12 الظهر يبقى 12 الظهر و6 مساء و12 مساء فيهمتوا قصدي؟ ليه؟ ما تصحاش من نوم عشان تاخد دواء كوحة إنما إصحى من نوم عشان تاخد مضاد دحيو فيهمتوا الفرق؟ حداك بتصحى من نوم عشان تاخد مضاد دحيو ده اللي لازم يتاخد بالملي إنما أدوية الكوحة طول ما أنت نايم أنت كده مستفيد أو أفيد لك من أن أنت تبقى صاحي مش معنى كده أنه حداك صاحي وتقول طيب أنا كويس أوبا ما أخدش الدواء لأ هتاخد دواء الكوحة أو أدوية الكوحة لأن كتير من الأطباء بيكتبوا أكتر من نوع خلاص فبتتاخد كل 6 ساعات في فترات اليقص يعني طول ما أنت صاحي ده عايز أقولك حاجة ده في بعض الحالات الشديدة بتلاقي الدكتور بيكتب لك دوائين كوحة فاكرين لما لسه بنقول نوعين من خوافض الحرارة للأطفال دوائين كوحة وهيقولك إيه خلي الفرق بينهم 3 ساعات لأنه أحيانا بتكون الكوحة جديدة جدا الكوحة بتبقى وحشة قوي في الحالة المرضية دي خلوا بالكو كمان أن الفيروس ده أن كان اسمه بقى بيخدعنا بس ما بيخدعش الأطباء بيخدع المرضى بتفتكر أن انت خلاص خفيت أو تحس أن انت بقيت كويس فتقول خلاص بقى أنا بقيت كويس لا الدكتور قالك راحة الدكتور قالك هتجي لي بعد 10 طيام هتجي لي بعد أسبوعين لازم تروح له ليه؟ يعني لأنه هو الفيروسات دلوقتي من ضمن التحور أنه يهيئ للجسم أنه هو خلاص واستكان ومشي أو بقى موجود بس ما بيعملش حاجة تقوم الأعراض تخف خلاص عشان كده بقول لكم بلاش الاستعجال في العودة للنشاط آن كان النشاط يعني تمام يعني بلاش الاستعجال في العودة للنشاط خلاص سواء كان النشاط ده بقى أن حضرك تروح شغلك أو النشاط ده أنك تودي ابنك المدرسة أو تودي ابنك الحضانة أو حضرتك تروحي شغلك خلاص بلاش استعجال في العودة للنشاط في أهمية كبيرة الأدوية الحساسية خلاص الأدوية الحساسية دلوقتي بتكتب بشكل روتيني مع أدوية الكوحة لأنها بتساعد جدا الأنتي هستامينز دي بتساعد جدا على تقليل الإفرازات اللي بتبقى مزعجة جدا يعني كل أسباب الكوحة دي عشان طرد هذه الإفرازات أو الإفرازات برضو بتسبب ديق في الشعب الهوائي في أهمية كبيرة للراحة الفعلية وزي ما بقول لكم الراحة سواء في المدارس أو الحضانات أو الشغل عشان حضرتك أولا وعشان الآخرين ثانيا عشان محدش يتعدي في معلومة عايزة أقولها لكل الناس معلومة لوجه الله برضو أي حد بيأخذ بخاخة بخاخة من حاجات البخاخات خلاص البخاخة الفم يعني وهذه البخاخة تكون بتحتوي على الكورتيزون بأي شكل هي مش خطر ده بالعكس يعني حاجات دي بتبقى مفيدة قوي للجسم في الحالة المرضية دي لازم نتمضمط بعديها أو نتغرغر بعديها دي نقطة مهمة قوي يعني بعد ما تعمل هذه البخة بتجيب كباية كده وتاخد بقى مية متبلعوش بتعمل غرغرة فيه بتالي كل ناس عارفة الموضوع ده وترمي المية بتعمل الموضوع ده مرة أو اتنين دي مهمة قوي الكحة زي ما قلت لكم من الأعراض السخيفة قوي وممكن تستمر حتى بعد ما تبقى زي الفل تفضل معاك الكحة شوية بعد الشرع يعني فيه ناس ممكن توصل معهم الكحة دي لشهرين بعد الشفاء ترجمة نانسي قنقر